أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هدف زيارته إلى ميناء الإسكندرية هو عمل نقلة نوعية في الإفراج الجمهورية عن البضائع ومتابعة أعمال فحص الحاويات وخلال متابعته إجراءات الفحص الجمهوري شدد مدبولي على أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج جميع البضائع من كل المواني تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي لافتا إلى أنه تم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لخروج البضائع خلال ديسمبر كما تم الالتزام بالإعلان عن حجم البضائع التي تخرج من المواني بشكل أسبوعي إحنا عايزين نأكد أن إحنا كحكومة بالفعل خلاص فيه خطة كاملة لإخروج كل البضائع من كل المواني ويمكن كنا أعلن على قدام حضراتكم وقدام فخامة الرئيس أن في الفترة ما بين 1 ديسمبر لغاية 23 ديسمبر خرج 5 مليار دولار بضائع أنا النهاردة بقول لكم والتزامنا أن إحنا إسبوعيا حنعلن عن الأرقام التي تخرج الإسبوع الأخير بعد ما كنا أعلن عن الإفراج اللي هو انتهى يوم 23 كنا خرجنا خمسة من يوم 24 حتى يوم الخميس أو الجمعة اللي هو مبارح خرج بضائع مليار و236 مليون دولار إضافية يعني كده إحنا بنتكلم في حوالي 6 مليار وربع خرجت كبضائع في شهر ديسمبر